السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة تحييبات على الاكسل PQB او مبادئ Power Query الفيديو ده PQB04 هنشوف ازاي ممكن نستخرج البيانات من مجلدات من فولدرز بدل ما كنا بناخد البيانات من ملف لكن المرة دي هنشاور او هناخد المعلومات كلها من فولدر والفولدر ده يحتوي على ملفات CSV او Comma Delimited هنشوف ازاي ممكن ناخد معلومة من اسم الفايل ونستعملها جوه القويري هنشوف ازاي ممكن ندمج اكتر من 3 اعمدة مع بعض ونعمل حاجة اسمها Merge Columns هنشوف ازاي ممكن نعمل تحميل مباشر لPivotTable او Load to PivotTable Report وفي الاخر هنشوف كل الخطوات اللي عملناها ازاي ممكن يعاد تكرارها تلقائيا بمجرد ما نحط ملف جديد جوه الفولدر كل الخطوات هيتم اعادتها على الملف الجديد وهيتم تحديث الPivotTable بشكل تلقائي وقبل نروح نشتغل على الاكسل مباشرة تعالى الاول نبص على شكل الملفات اللي هنشتغل عليها هيكون عامل ازاي زي ما انت شايف انا هكون عندي فايلين موجودين في فولدر الفولدر اسمه Data فايلين دول CSV واحد اسمه SalesT2016 و SalesT او Sales Transaction 2017 كل فايل فيهم في حوالي 34 ميجا مش كده وبس كل فايل من دول جوه حوالي مليون رو اكتر من مليون رو المطوف في الاخر اعمل report واحد فيه الاثنين مليون رو دول مش كده وبس ده شكل الديتا اللي موجود جوه عندي تقارير مبيعات او Transaction Start البيع زي ما انت شايف اسم الكاتيجوري واسم البرودكت وبعدين التاريخ موجود في توكولومز الday والmonth كمان عندي الQuantity وعندي الValues ولكن ما عنديش السنة ادي اليوم وادي الشهر ما عنديش السنة ولكن السنة موجودة فين؟ السنة موجودة زي ما انت شايف اسم الملف يعني 2016 وقال سنة 2016 فانا محتاج اخد المعلومة من هنا والمعلومتين بتوع الday والmonth وانشئ بيهم كولوم جديد في الحتة دي يكون اسمه date بعد اما اعمل كده محتاج كمان اعمل pivot table عشان يكون موجود فيه المبيعات بالكاتيجوري والبرودكت للسنتين مع بعض وكمان بعد كده حرجع اضيف ملف جديد اسمه sales T 2018 برضو 34 ميجا وفيه اكتر من مليون رو مجرد ما اعمل refresh للpivot table ده الاقي على طول السنة الجديدة ظهرت والبيانات بتاعتها ظهرت من غير معيد اي خطوة من الخطوات اللي هتم خلال الفيديو لو عايز تشتغل معايا وانت بتفرج على الفيديو او حتى لو عايز تتدرب بعد اما تشاهد الفيديو ممكن تنزل تحت في الdescription هتلاقي لينك ممكن تستعمله عشان تعمل download للexcel workbook اللي انا هشتغل عليه كمان لو لسه مشتغلش في القناة لو سمحت استخدم زر subscribe واستخدم زر الجرس كمان علشان يجي لك notification لما نعمل فيديوهات جديدة وكاعدتنا وإحنا شغلين على power query هنبدأ من excel sheet فاضي خالص book 1 زي ما انت شايف فاضي تماما لكن زي ما نعرف ان power query موجودة في ال data ribbon هروح على الشمال من data هلاقي get and transform هروح على get data وfrom file المرة دي بدل ما اقول له from workbook او from text او csb file هروح تحت خالص واقول له from folder هيفتح لي browser صغير ويسألك ال data بتاعتك موجودة فين ممكن اعمل browse من هنا او اعمل copy و paste لل path اللي موجود فيه الفولدر بتاعي وادوس على ok هيفتح لي navigation window ال navigation window موجود فيها اسامي كل الفايلات اللي جوه الفولدر زي ما انت شايف الفولدر جوه 3 فايلات اتنين csv files اللي هما sales t 2016 و sales t 2017 ودول انا محتاجهم وفايل تاني extension بتاعه txt وده انا مش محتاجه لكن مفيش مشكلة فيه options كتيرة تحت هنا load و combine و transform data خليني دايما اشتغل على transform اول ما حدوس transform هيفتح لي power query editor على اليمين هنا هلاقي خطوة واحدة بس في ال applied steps اللي هي source وزي ما انت شايف جاب لي الثلاث فايلات قدامي زي ما انت شايف بالزبط واحد text واحد csv واحد csv انا محتاج بس اخد ال csv فايل واي فايل هيتحط جوه الفولدر ده مهما كان ال extension بتاعه دايما عايزه يدور على csv بس وده حاجة بسيطة جدا هروح من الفلتر اللي في ال column ده وهيعمل check out على text وبالتالي كده دايما هيختار ال extension لما يكون dot csv طيب هنا في معلومات عن كل فولدر modified emta و source بتاعه و date created وباقية المعلومات المعروفة عن الفولدر انا مش محتاجها كلها انا كل اللي محتاجه ال content خد بالك binary ده يعني ال content لو دست هنا حلاقي فعلا csv فايل 34 ميجا و اخد بالك انا محتاج الاسم كمان لان في معلومة محتاجها اللي هي 2016 و 2017 فانا محتاج ال column ده و ال column ده هاختارهم واعمل right click او اروح على remove columns وقول له remove other columns طيب دلوقتي عندي option ممكن اعمل حاجه هنا اسمها combine files لو عملت combine هو لوحده هي combine two files مع بعض وينشئ لي file جديد مشكلتي في الحالة دي انه هيروح مني ال name اللي موجود هنا انا عايز احافظ على ال name اللي موجود هنا اولا انا محتاج استخرج الرقم ده من جوه sales t 2016 وكلام ده كله فمحتاج اعمل split للكولومز تعاني ابدأ بال split وانا واقف على ال column ده هروح على home ومن home على طول في حاجه اسمها split columns اول حاجه ممكن اعملها split by delimiter لو عملت split by delimiter هيفتح لي ويندوز وغير وحيسألني ايه هو ال delimiter اللي انت هايستعمل بيه split في الحالة بتاعتنا النقطة او ال dot وهو الواحده اختار custom وحطي لي هنا ال dot وحيقول لي امتى هايستعمل split فحقول له each occurrence of the delimiter كله ما يتكرر ال delimiter لو سمحت اعمل split هادوس على ok هيعمل لك name dot one و name dot two انا خلاص مش محتاج csv دي هاختارها واقول له remove columns طب دلوقتي عايز استخرج sales t من 2016 هاختار نفس ال column تاني وحروح برضو على split واتفرج على options هتلاقي حاجه اسمها number of characters لو اختارته على طول محتاج اعد عندي كام حرف قبل 2016 عندي 6 حروف فحدوس على 6 فحقول اوكي هيقسم لك زي ما انت شايف على اتنين sales t لوحده والناحية التانية الرقم لوحده خلاص انا مش محتاج name dot one dot one ده فممكن اعمله على طول remove columns و عندك name dot one dot two محتاج اغاير اسمه double click وحسمي year ودوس enter فكده بقى عندي المعلومتين اللي محتاجهم المحتويات اللي في الجدول موجودة في ال column اسمه content وعندي هنا المعلومة التانية بتاعة اليير ولكن بالشكل ده لو عملت combine هتروح مني معلومة اليير ففيه طريقة افضل من انا اعمل combine ودوس على ده على طول اقدر اعمل حاجة اسمها add custom column هروح على add column وهاختار حاجة اسمها custom column هيفتح الويندو بتاعت add custom column سيب اسمه custom زي اهو مش مشكلة مش محتاج تغيره وحاختار او هستعمل function اسمها csv.document csv زي ما انت شايفها بيساعدك كتب لك csv.document double click عليها كتبها لك لو عندك ما عندكش 365 او office 365 مش هتلاقي بيكتب معاك بالشكل ده ولكن مفيش مشكلة اكتب الفنكشن مزبوط واتخد بالك in power query case sensitive يعني لازم اكتب c capital وبعدين s وبعدين v dot وبعدين d capital وبقيت الكلمة small وبعد كده افتح bracket زي اي فنكشن وهاخد content من available columns دي واعمل double click هتلاقيه لوحده كتبها لك هنا وبعدين اقفل ال bracket انا كده جاهز ممكن ادوس على ok وانسان ادوس على ok هتلاقيه اضاف لك column جديد مكتوب في table و table لو افت بقى الماضي على table هقدر اشوف ال data خد بالك binary d لما كنت بقف عليها باشوف اسم الملف بس لكن لما توقف على table في الحالة دي ادي data اللي موجودة جوه كلها موجودة قدامك بالشكل ده دلوقتي عندي المعلومة بتاعت السنة وعندي data موجودة ممكن استخدم الزرار ده واعمل expand ولكن الاول مش محتاج خلاص ال column الاولاني هرجع تاني على home وقاله remove columns خلاص انا كده جاهز مجرد ما هفتح هنا هيجيبلي columns كلها ما تنساش تانشك use original column name as prefix واول ما حدوس على ok خدت بالك هنا بقى عندك ال year موجودة وعندك اول column في الكاتيجري وعندك الامور كلها ماشية بشكل ظريف طيب اول حاجة نعملها زي ما تعودنا عايز ابروموت ال header محتاج ان category و product و day و month يطلعوا فوق مكان column 1 و 2 و 3 و 4 خد بالك لما هعمل كده 2016 برضو هطلع مكان ال year بس مفيش مشكلة ممكن اعملها بعد كده manual هعمل كده منين من home من transform هستعمل use first row as header تمام حصل promotion خد بالك طول ما انا ماشي كل الخطوات بتاعتي بتتسجل اهو promote header اهي اتعاملت لوحدها و change type هو طبعا قلفها من نفسه انا اعتقد ان هي so far ماشية بشكل مش بطال هو بيجاء بيعمل guessing معايا لتايب بتاع ال data وماشي معايا بشكل كويس تعال بقى نغير ال name ده بدل 2016 هنخليها year عشان هي دي السنة دلوقتي عندي معلومة السنة وعندي معلومة day معلومة month لو استخدمتهم التلاتة مع بعض اقدر اعمل تاريخ فلازم اختار التلاتة مع بعض واعمل حاجة اسمها merge columns موجودة فين موجودة في transform هلاقي حاجة اسمها merge columns بس هي الوقتي dimmed عشان انا مختار عمود واحد محتاج اختار له اكتر من عمود طيب لازم امشي بالترتيب انا عايز ابدأ باليوم فهختار اليوم وادوس على control بعد كده month اختار month بعد كده year اختار year واقول له merge columns هيقولي طب عايزهم merge بس ولا حطوا جوة separator هقولي لو سمحت لا احطي دي في النص separator وخليها custom وانا هحط بينهم علامة ال minus او ال dash دي والcolumn الجديد من فضلك سميهولي date وادوس على اوكي حلاقة ثلاث عوامل دول اختفوا وظهر مكانهم عمود جديد زي ما انت شايف اسمه date وبقى فعلا فيه ادي اول اليوم الاول اليوم بعد كده dash وبعد الشهر وبعدين dash اعتقد كده الامور ماشية كويس ولكن هو كده قاري ان ده ABC او شايف ان ده ال data type بتاعته text وده ما يصحش مع date محتاج اغير وخلي date معلومة على الماشي انت لو هنا رحت على اي applied steps من دول خد بالك لو رجعت هتشوف المنظر قبل ما تعمل step ولكن في النهاية اللي بتعمله load هو الناتج بتاع اخر خطوة فهنا اقدر اعمل مراجعة اقدر ادلت اي خطوة من دول اقدر اعمل insert لخطوة في النص اقدر اعمل حاجة ظريفة اوي كمان اعمل rename يعني rename column دي لو حبيت انا اديها اسم من عندي اعمل right click وقل له rename واكتب الاسم اللي انا عايزه عشان ما يحصلش لخبطة بعد كده تمام انا واصل عند merge columns فاضلي دلوقتي اعمل change type و اقوله لو سمحت اختار اس date بسيطة جدا هاختار من هنا على طول و اقوله date خد بالك دايما هو كده حاويو date لكن خد بالك دايما عندك مشكلة مع date ان date لازم يكون حسب ال settings اللي عندك في regional settings يعني لو هو بيختار الشهر الاول قبل day زي النظام الامريكاني فلو انت عندك العكس هيعمل errors زي ممكن اعرف الموضع من هنا لو فتحت الفلتر وقلت له طبعا خد بالك الفلتر من power query بيقولك list may be incomplete لان ال date كتير قوي انا عندي اكتر متنين مليون رو فمحتاج اقوله load more once انا عملت load more هيبدأ يعمل checking على كل ال data زي ما انت شايف هو عمالي عد وبعدين عد شوية كده وقال لي ايه data format error معنى كده ان في بعض dates مش متوافقة طبعا هو ايد اي يوم بعد يوم اتناشر لو ال date معكوس هيبدأ اقراء error يعني ما ينفعش لقي شهر اسم 13 هو date ما كانت month فمش هينفع على ان هو 13 ففي الحالة دي تفهم ان انت عندك مشكلة في ال date طبعا علاجها ازاي ما فيش مشكلة لو روحت على file ومن file على options and settings وروحت على data source settings لأ هنروح على query options هتلاقي حاجة اسمها regional settings لو اخترت regional settings انا هنا مختار النظام بتاع ال English United States وانا اخد بالك ال United States بياخد الشهر الاول واحنا عملنا اليوم الاول فبالتالي محتاج تغير وتختار English United Kingdom مثلا ده بيختار اليوم بعد كده الشهر وبعد كده السنة لو دست على أوكي ورجعت تاني بقى عملت نفس اللي احنا عملناه هنا وقلت له load more هتلاقيه بيعدلك السبعمية وتلاتين يوم بتاع السنتين مفيش مشكلة انت كده جاهز انشأت date ما كانش موجود قبل كده او غيرت شكله بشكل طبيعي فضلك حاجة واحدة بس ان ان انت لو فتحت هنا الكولوم اسمه category مثلا وقلت له load more هيبدأ يحمل كل المعلومات اللي موجودة في الكولوم ده طبعا بيقرأ من اتنين فايل كل فايل في مليون روفها بياخد شوية وقت حلاقي في الفلتر الكاتيجريز بتاعتي اللي هم حوالي خمسة كاتيجريز وحلاقي حاجة اسمها category اللي هو اسم برضو الهيدر ليه؟ لان الفايل التاني السي اس بي فايل التاني كان عنده هيدر برضو هو جابهم تحت بعض فعنده هيدر تاني فمحتاج اعمل uncheck للهيدر ده وطبعا اول ما هيشيل الهيدر من categories مثلا هيشيل الهيدر من بقيد الحاجات بشكل تلقائي الوقتي عندك التابل بتاعك جاهز اقدر على طول اعمل لود للبيفت تابل هروح على كلوز ان لود كلوز ان لود تو هيفتح لي على طول الامبورت ديتا اوبشنز هاختار بيفت تابل ريبورت وهاختار الاكزيستن جوكشيت في بي تلاتة وادوس على اوكي هتلاقي على طول فتح لك الباور كويري كونكشنز الموجودة على يمين هنا وبدأ يعمل لودنج للروز زي ما انت شايف بيعد خمسة وتمانين الف رو ستة وتسعين الف رو هيفضل يعد كده لحد ما تجاوز الاتنين مليون رو واول ما هيخلص حلاقي البيفت تابل حصل له كرييشن في المنطقة دي زي ما انت شايف في النهاية انا هتحميل اتنين مليون وسبعة وتسعين الف ومية وخمسين رو وانشأ البيفت تابل طبعا ده اخد حوالي دقيقة او دقيقة او شوية طبعا خد بالك ان ده بيحصل بس ساعة اللودنج او بيحصل مرة واحدة تعال بقى بسرعة نعمل البيفت تابل سريع زي ما كنا عاملين في الامج اللي كنا شافناها مع بعض في الاول خلينا نحط اول حاجة الديت في الروز عشان يحصل له عملية جروبينج فزي ما انت شايف حصل اوتوماتيك جروبينج عندي 2016 2017 شيل الكورترز مش محتاجها شيل الديز مش محتاجها ويه ممكن احط على طول الييرز في الكولومز بعد كده ممكن ااخد البرودكت في الروز واخد فوقيها الكاتيجري علشان اقسم البرودكت باي كاتيجري واخر حاجة هعملها هاخد السيلز فاليو في الفاليو هلاقي على طول الريبورت بتاعي بقى جاهز right click number format سريع الريبورت بتاعك بقى جاهز يحتوي هذا الريبورت على ديتا جاية من 2 مليون رو ممكن تقلب فيه زي ما انت عايز وتعمل اللي انت عايزه اعتقد من غير وجود باور كويري يستحيل انك تتفرج على 2 مليون رو الا لو استعملت حاجة مثلا زي الاكسس واخدت الديتا بتاعتك على اكسس مثلا طيب اخر حاجة تعال نعمل بقى update لسنة 2018 2018 ده الفولدر اشتغلنا عليه زي ما انت شايف 2 csv فايل طب موجود 2018 تعال ناخد 2018 34 ميجا برضو تعال ناخد منه copy انا هعمله cut واروح ارجع تاني على نفس الفولدر واقول له paste بس كده خلاص ارجع على الاكسل شيت بتاعتي يا اما اعمل refresh من الكويري يا اما اعمل refresh من ال pivot table او من هنا على طول ممكن افتح دي واقول له refresh all حيبدأ يعمل loading مرة تانية للديتا من الاول وبدأ يعد 25000 40000 وهكذا زي ما انت شايف 3145000 روز حصل لهم loading وزي ما انت شايف ال pivot table automatic حصل له refresh 2016 2017 2018 والديتا بتاعتك كلها كاملة اخدت وقت تعمل loading حوالي دقيقة دقيقة وشوية ولكن في النهاية اه ظهر عندك الشاق السنة الجديدة وحصل عليها كل الترانسفورميشن اللي احنا عملناه في سنتين الى قبل كده من غير اي تدخل او اعادة للشغل مرة اخرى شكرا جدا لوقتكم بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو ولو سمحت لو لسه مشترك تشفي القناة اعمل subscribe واعمل like للفيديو لو عجبك واسب لي تعليق عشان بستفيد جدا من تعليقاتك وشوفكم الفيديو القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة